النهاردة هنتكلم عن حلقات جديدة اسمها مع البنة تعريفات وتساؤلات الحلقة دي هنتكلم فيها عن أركان الإبداع الخمسة وقواعد الحكمة أركان الإبداع الخمسة وقواعد الحكمة وفي بعض تعريفات وتساؤلات أخرى أركان الإبداع الخمسة زي ما أنا قلت قبل كده للإخوة اللي كانوا بيشوفوا على الفيسبوك اللي هم خمسة الإيمان والمعرفة والمحولة والخبرة والصبر الإيمان والمعرفة والمحولة والخبرة والصبر دول الخمسة قواعد الحكمة 25 من أهم قواعد الحكمة الصفر والتعليم والتجربة والتأني والصبر والإيمان والملاحظة والتفكر والتكامل والصحبة والتواضع والتدوين والذاكرة المؤسسية الذاكرة الموسوعية المؤسسية والاعتراف الاعتراف بالخطأ 15 الاحترام والتقدير والتوريس المعرفي والتخطيط والتعددية الفكرية والتشعار الواقع وحسن الاستماع استفادة من تجارب الآخرين استعاب التغيير وفهم من اختلاف الثقافي المجتمعي استقراء المستقبل انا ذكرت هنا 25 نقطة من نقطة اللي هي قواعد الحكمة اقولها تاني السفر والتعليم والتجربة والتأني والصبر والإيمان والملاحظة والتفكر والتكامل والصحبة والتواضع والتدوين تدون كل شيء الذكرة الموسوعية الفكرية لك انت والاعتراف والاحترام والتقدير والتوريس المعرفي والتخطيط والتعددية الفكرية والاستشعار الواقع وحسن الاستماع والاستفادة من تقابل الآخرين واستعاب التغيير وفهم الاختلاف الثقافي المجتمعي واستقراء المستقبل يعني الواحد فينا لو عايز يتوخى أسباب الحكمة أو مصارات الحكمة لابد يخش في الخمسة وعشرين نقطة دور كلهم احنا كلنا عايفين الصفر انا واحد من الناس بسافر من سنة الف وتسعمية خمسة وستين ستة وستين أول صفرية لك هاتم معه والدي في ليبيا الحمد لله التعليم ما فيش حكمة منظر ما يكون إنسان متعلم مش معنى كده انه التعليم التقليدي او التعليم الغير التقليدي التجربة يابد يكون الحكيم ده مجرب عشان بكاء عشان كده بيطلع عراءه وافكاره الحكمة دي بناءة عن التجربة التأني ما يكونش فيه عجلة صبر صبر في كل شيء في الإبداع وفي كل مكان الإيمان كذلك أنا ذكرته قبل كده في اللي هو أركان الإبداع الملاحظة الحكيم بي لحظة اللي حوالي بيحصل فيه إيه إيه اللي بيحصل حواليه عشان يشوفه عشان يحاول يحكم على الناس من خلال التصرفات بتاعتهم إن كانوا هما تصرفات صيئة أو تصرفات جيدة التفكر التفكر في كل شيء إنسان يختارب نفسه كده ما يبقاش على عجلة دائماً بيشتغل 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 وفي الآخر هو يدي نفسه فرصة عشان يفكر التكامل لما كنا عندي جزء من الحل وآخرين عندهم من جزء الثاني يبقى أنا بتكامل معهم في الرؤية دي كلها الصحبة بتصتحب من عشان تتوخى هذه الصفة اللي هي من قواعد الحكمة لابد أن تشوف أصحابك أو صحيباتك اللي أنت بتصحب معهم التواضع وده الخلق نعم نتكلم التدوين يعني الحكيم دايماً يدون أفكاره ويدون أفكار الآخرين كذلك معه يكون عنده ذاكرة مؤسسية موسوعية بمعنى إيه؟ معنى ما ينساش إما بالتدوين أو بالاستقراء إلى الكتابة يعني الإعتراف لو الإنسان فينا أخطأ لابد إيه يعترف بخطأ دي النقطة من 14 النقطة من 15 لابد أحترم الجميع وقدر عمل الجميع ولما يكون عندي معرفة أعيش علشان أورث هذه المعرفة للآخرين أعيش لكي أورث هذه المعرفة للآخرين اللي هو تعريث المعرفة التخطيط ما ينفعش فيه حكمة من غير التخطيط ما فيش حاجة واحد يصحى من النوم كده يقولك أنا اللي أنا هعمله دلوقتي إن أنا بعمل إيه؟ بعمل شيء بنتكلم عنه إنه شيء ما حصلش قبل كده ما فيش حاجة اسمها الطفل المعجزة ما فيش حاجة أبداً اسمها إن الإنسان ده عنده مخين أو ثلاث أمخاخ والتانين ما عنده همش ولا بد يكون فيه تخطيط لا بد يكون فيه فكرك فيه تعددية إنه كنت أنت عايش في مجتمع سليم مجتمع حتى لو مجتمع الصراعات المسلحة والمكواز فيه تعددية في الفكر تعددية في الثقافة تعددية في القيم تعددية في الأقلاق لا بد نستوعب كل هذه التعددات اللي هي موجودة عندنا أيضاً استشعار الواقع ما حدش يقدر يكون يبني رأي على غير واقع هو عايش فيه لا بد نشوف الواقع العملي للحياة اللي احنا عايشين فيها حسن الاستماع يعني من الحكمة أنك تستمع قبل لما تبتلي تحكم على الآخرين الاستفادة من تجاهب الآخرين مهمة جداً واستقعاب التغيير لا بد تعرف إن المجتمعات بتاعتنا تتغير بالثانية والدقيقة واللحظة كل يوم فهم الاختلاف الثقافي نعرف لا بد نعرف إن فيه اختلافات ثقافية في نفط المجتمع في نفس المدينة في نفس القرية حتى في نفس القرية والأخام نعمل خمسة وعشرين اللي هي استقراء المستقبل يكون عندك تطلع لماذا سياحة في المستقبل أول خمسة وعشرين نقطة عشان ننتقل للأسئلة إن شاء الله خمسة وعشرين نقطة من قواعد الحكمة اللي هي السفر والتعليم والتجربة والتأني والصبر والإيمان والملاحظة والتفكر والتكامل والصحبة والتواضع والتدوين والذكرة الموسوعية الفكرية والاعتراف والاحترام والتقدير والتوريث المعرفي والتخطيط والتعددية الفكرية والاستشعار الواقع وحسن الاستماع والاستفارة من تجربة الآخرين واستعاب التغيير وفهم الاختلاف الثقافي المجتمعي وكذلك استقراء المستقبل ده بالنسبة اللي هو التعريفات اللي هنتكلمنا عنها اللي هي خواعد الحكمة واركان الابداع نرجع لبعض الاسئلة اللي بعتها لنا الاستاذ حسان او دكتور حسان جنيد اول حاجة السؤال بيقول في ايه نحن تكلمنا الشقة الاول على التعريفات الشقة التانية على ايه الاسئلة هل بنية العمل الانساني ببنيتها الحالية خلقت لكم مستدامة على حسب المؤسسة ببتبني بنيتها ازاي لكي نعرف كيفية دايمومة المؤسسات لابد من الاول نحدد اهداف واستراتيجيات ورؤى ورسالة وفي نفس الوقت نحدد مواقع جغرافية هنشتغل فيها وكذلك نحدد ال اه احنا هنتخصص في مجال مياه مجال رعاية الاطفال مجال رعاية الايتام مجال رعاية الارامل كل مجال نحددها هننتخصص في الكوارس ولا هنتخصص في التعليم واي نوع من انواع التعليم هنتخصص في كل هذه الاشياء بتحدد معنا اللي هو كيف نبني دايمومة او استدامة العمل المؤسسي دا بالنسبة البرامج اتكلمنا على الجغرافيا اتكلمنا على البرنامج اتكلمنا على الافراد اللي هكونوا معانا مين مين شركائنا عشان يكونوا في استدامة انا هشتغل جمعيتي لوحدها ولا جمعيتي دي هتؤمن بالتكامل وبناء الشركات مع الآخرين كل هذه الاشياء يا دكتور حسان لابد نحطها في الاول كجزء من النقاط عشان نعمل خريط الطريق اللي نحن خريط الطريق هتأتي بناء على ما اريد ان احققهم ثم تأتي بعد ذلك اللي هو وسائل الاستدامة في جزئين من وسائل الاستدامة اللي هو التواصل مع المجتمعات الاخرى لنشر الفكرة بتاعتك الامر الثاني تطوير وسائل وتنمية الموارد اللي عندنا الامر الثالث اللي هو الاهتمام بالبناءات الوقفية بمعنى كده من اول يوم عندنا وانا عندنا فكرة نبني اوقاف تستطيع انها تدينا الديمومة دي او الجزء من الديمومة دي لما تلاقي النمر الربعة الاستثمار في الشباب واستثمار في تكوين قيادات المستقبل ومشاركة كافة اطياف المجتمع داخل المؤسسة او داخل الجمعية نفسها كل هذه الاشياء بتحقق لنا اللي هو الاستدامة 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 الامر التاني اتباع بعض المعايير المهمة زي الشفافية والمرجعية والحكمة الرشيدة والمساءلة الى اخير كل هذه الاشياء بتخلي المؤسسة اللي احنا بدنا او الجمعية اللي احنا بنميها لدكتور حسان تستديم اكتر لان الناس هتحس انها عندها مصداقية ولكن ترمى انها عندها مصداقية الناس هتدعمها من اول يوم الى ان تستمر على الجمعية او تتوقف الجمعية على مالها يبقى اللي انا قلته بالنسبة الاجابة على السؤال بتاع اخونا الدكتور حسان اللي هو الاستدامة مش فقط في المال الاستدامة في الفكر مثلا احنا كنا بنتكلم ويمكن الحمد لله مؤتمر بعد اسبوعين او ثلاث اسابيع في اسطنبول ان شاء الله اسمه ابعاد العمل الانساني الدولي كلنا بنتكلم عن اللي هو العمال التقليدية اللي هي اللي فيها المياه اللي هي فيها الكوارث اللي هي فيها اللي هو الكفالة العرامل والأيتام والشونة المدرسية الى اخري الى اخري الى اخري لكن ما حدش نبتكلم عن الثقافة ما حدش نبتكلم عن الفلسفة الفكرية للمؤسسات ما حدش نبتكلم على تاريخ المؤسسات ما حدش نبتكلم على يعني كيف نبني شراكات مع الآخرين ما حدش نبتكلم عن ايه ازاي نبني منظومة للدفاع عن المؤسسسات المسمية المناصرة وأشياء كثيرة جدا الأبحاث ما بنهتمش بها الدراسات ما بنهتمش بها التدريب ما بنهتمش بها كل هذه الأشياء تعتبر يعني إيه أبعاد جديدة لدائمومة استمرارية المؤسسة فيها ما بعد طبعا والتدريب ما عاش قوي والاهتمام بالشباب واهتمام بالأقليات إلى آخر والي هو الاستعاب كافة التقلات المجتمعية كل هذه الأشياء نتكلم فيها ما تكون هي جزء من استدامة أو دائمومة المؤسسة في العمل السؤال الثاني اللي جاء من الأستاذ الدكتور حسان جينيدي كيف يمكن أن نفذ استراتيجيات العمل محلي حقيقة بيدة عن فلسفات طبعا بيكلم عن تجربة سوريا اللي موجودة وخاصة اللي موجودة في تركيا بالذات لأن تركيا سمحت للسوريين أنهم يبدعوا في عمل أو بناء جمعيات ومؤسسات سوريا داخل الوطن التركي طبعا في ناس يعني لايسوا من دور خبرة بيتكلموا كتير جدا والأخ بيقول نبني استراتيجية أهم استراتيجية بعيدة عن الفلسفات أهم استراتيجية بعيدة عن الفلسفات هو الاستثمار في قطعين استثمار في تمكين المرأة داخلنا في المؤسسة ذا التمكين الشباب معنا بمعنى إيه؟ مع دول ثقافتين مختلفتين داخل مؤسسة يضاف إليهم الثقافة الثالثة لثقافة الرجل اللي هو مثلي أنا يبقى فيه رجال في عمري أو أقل مني وفيه شباب في سن الظهور وفيه نساء مختلفة في الأعمار الثلاثة ثقافات دول بيخرجونا من الفلسفات إلى تطبيق عملي الاستراتيجيات الأمر الثاني بالنسبة ننفذ الاستراتيجيات بناء على اللي هو بنسميها إيه؟ المشاركة المجتمعية مع مين؟ مع أصحاب الحقوق يعني من أول يوم علشان ننفذ استراتيجية ونبقاش فلاسفة فقط إلى آخره بنعمل إيه؟ بننزل لأصحاب الحقوق في الحواري وفي الشوارع وفي القرى وفي النجوع بنقول لهم ماذا عندكم من مشاكل؟ يعني مثلا نحاول نخطط أن نحن نروح أفغانستان ونتعلمين مشكلة أفغانستان دلوقتي والتطبيق على أفغانستان والحرب على أفغانستان الحرب الفكرية الحرب الثقافية والحرب الاجتماعية والحرب المادية اللي هي إلى آخره إلى آخره إلى آخره فعلشان نروح في مجتمع زي كده هو يعطي مجتمع محافظ لابد نطلع اللي هو بنسميها إيه؟ استقراء حاجات المجتمع من القواعد الشعبية في أفغانستان فلابد نمشي من مثلا مدينة لمدينة من محافظة المحافظة ونتكلم عن مجمعات مختلفة مجمعات شعبية مجمعات نسائية مجمعات مختلفة افتخاصات مختلفة عشان نقول لهم حتى احنا كنا في يوم من الأيام عملنا لتأسيس المنتدر الإنساني من حوالي من 15 سنة أو 17 سنة عملنا 14 ملتقى في 14 دولة في حوالي أقل من سنة أو سنة ونص أو حاجة ذلك دوع أو أقل من سنة أنا أسف أقل من سنة ما بين أندونيسيا وماليزيا وبنجلديش والباكستان اللي جنوب أفريقيا والسودان ومصر والسعودية وقطر وبحرين والكويت واللبنان والأردن وسوريا إلى آخره وإحنا عدنا في اللقاءات دي كلها ردنا على اللي هو البعد عن الفلسفات عدنا قلنا احنا مش هنعمل أجندة مش هنعمل أجندة حنقول لهم انتوا طلعونا شجرة المشاكل وحطونا اقتراحات بشجرة الحلول وإحنا عدنا هتفرق خلاص بعد المقدمة بتاعة ورش العمل اللي احنا عملناها دي أو اللقاءات اللي احنا عملناها دي عدنا نستمع بكل اللغات المختلفة الأردو البهاسا الماليزيا الماليزيا اللي هو البنجلديشي التوركي كل الحاجات دي كلها إلى آخره وإحنا عاديين بنجمع المادة العلمية بناء على حاجة الناس اللي هم بيقولونا احنا عايزين كذا فهنا يا دكتور حسان حنبعد عن اللي هو الفلسفات اللي انت بتتكلم عنها السؤال الثالث من الدكتور حسان بيتكلم فيه عن ايه بيتكلم فيه عن كيف نخرج مؤسساتنا المحلية من سورة تقديم الخدمات إلى سورة أخرى والأسف احنا كلنا بلا استثناء حتى المؤسسات الكبيرة في أوروبا وأمريكا شطرة جدا في تقديم الخدمات خاصة أثناء الكوارث أشتر حاجة وأسهل حاجة وأيسر حاجة ممكن نعمل لكل مؤسسات تقديم الخدمات عن طريق ايه؟ عن طريق ايه؟ الاستجابة السريعة والأسف احنا بنعاني كتير جدا من ثقافة المانح يعني ايه؟ يعني احنا بلنا في القضية السورية دلوقتي يا دكتور حسان وغيرك أكثر من 10 سنين 11 سنة وتمانين لتسعين في المية من المنح اللي معطاها للشعب السوري اللي كان ممكن تكون تعدد أربعين أو خمسين مليار دولار في الفترة 11 سنة الفدي هي استجابات سريعة لازم تصرفها في الحين والتو لازم سفرتها في تصرف في الحين والتو فلذلك لما نستطيع من خلال الأربعين أو الخمسين مليار دولار اللي صرفوا على القضية السورية دي منين خرجهم من سورة اللي هو تقديم الخدمات إلى سورة أخرى لأن المانح بيفرض على هذا كده في مانح عربي بيقولك لا لازم أكل في رمضان أشرف في رمضان أصوم في رمضان أو إلى آخر أو أضاحي أو أول آخر ومنانزل لهذه السورة التقليدية احنا كلنا جيدين فيها دي احنا عايزين نعمله نقوله ايه أنا شخصيا لديه رأي آخر مختلف ويمكن تراحت في أكتر من مكان وكتبته عندي في ورقة فساعة انطلاق اللي هو الشرارة الأولى في أي مواجهة مسلحة في مكان ما لابد نقسم المزانية المعروضة أو المتاحة إلى جزئين جزء للعمل التقليدي اللي بيتكلم عنه الدكتور حسان جينيدي اللي هو تقديم الخدمات اللي هي الخدمات اللي هو الشرب والأكل وكذا 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 والجزء الثاني بناء المجتمعات من أول يوم وأنا بقول لكم يا شباب من أول يوم من أول يوم لابد ناخد ايه جزء اللي بناء المجتمعات وجزء ليه لتقديم ليه لأننا بعد القضية بعض القضية بعض القضية ما تغيب عنها الإعلام ما فيش حد حدينا فلوس خلاص تمشي الكاميرات ويمشي التلفزيون يمشي الـ CNN يمشي الـ BBC يمشي العربية يمشي الجزيرة ما حادش حديك فلوس فذلك أنا بقول من أول يوم للسباب اللي معانا والسباب اللي يسمعوا برة لابد أن أدي 70% للإستجابة السريعة المحلية اللي هي فيها اللي هو الأطعام والمياه والصرف الصحي والتطبيب واللبس والإيواء إلى آخره و30% لبناء الخدرات بتاعة الشباب بناء الجمعيات بناء محسن المجتمع المدري بناء المحليات يعني كل هذه الأشياء لابد تبقى متوازية ليه لأننا عايز في الآخر أبني كفاعة هذه المجتمعات اللي كانت تستطيع أن تعامل مع الكارثة حينما تنتهي وأننا ننتقل من اللي هو مرحلة الإغاثة إلى مرحلة اللي هو التنمية ومرحلة التأهيد إلى آخر إلى آخر اللي حصل دلوقتي عشان إجابة لسؤال اللي هو الدكتور حسن جنيدي أن المنح بيفرض علينا أن نصرفها بهذه الطريقة لذلك أنا أقول لكم مرة أو 32 أكثر من 50 مرة أو 100 مرة كثير جدا من سندي الأكل اللي بنسميها الكارتونات الأكل دي سواء كان العرب أو المسلمين هم اللي بيع بعتوها أو اللي هو المؤسسات الغربية والأممية بتبعتها كان النازحين السوريين في داخل السوري كانوا بيبيعوها يبقى إيه لأن عايز هو عايز كاش مش عايز أكل خلاص فمزه من الأكل أنا حضرت مرة مؤتمر من مؤتمرات بيقولك إيه إطعام الناس المؤتمر ده كان فخور جدا بأنه جمع أربعة مليار واجبة بلدرجة أحد الشباب اللي كنت أنا قاعد معهم كان دمه خفيف كده وابن نكتر أنتوا عارفين الشباب المصري بيحب يناكد كتير قال إيه قال ده مؤتمر شد السفون خلاص أنا أديت لك أكلة وبعدين شوفوا إحنا في القضية السورية أو اليمنية أو كم طفل تصرب من التعليم ما زال إلى الآن عندنا في العراق ما لا يقل على اثنين مليون نازح في الداخل مين بيتكلم عنهم الأقليات اللي موجودة في ناحية دهوك سواء من الأزيديين أو المسيحيين أو الأخير ما حالش بتتكلم عنهم ما حالش بدون فلوس ما زال من نتكلم عن قضية اسمها قضية الألتريين الربعمائة ألف اللي موجدين في السودان اللي بقالهم موجدين هناك من السبعينات نتكلم عنهم فكل هذه الأشياء بنغفر عنها لأنها لا تستجيب لعواطفنا العواطف بتاعتنا آه دا تقتلوا آه دا تحرقوا آه دا كذا دا كذا وده كله إيه أصبح يرجع كيف نخرج المؤسسة بتاعتنا من المحلية تقديم الخدمات إلى تأدية دورها الدور بتاعنا مش فقط تقديم الخدمات الأكل والشرب لا رفع الوعي المجتمعي التعليم التشبيك التدريب التأهيل الحماية الضغط المفاوضات البحث كل هذه الأشياء لابد نهتم بيها نحطها في ميزانياتنا لابد تضع في ميزانياتنا ما ينفعش ما ينفعش بعد 11 و 12 سنة في القضية السورية أو 6 أو 7 أو 8 سنوات في القضية اليمينية وكمية الفقر والمعاناة اللي موجودة عما لا يقل عن 40 مليون إنسان بيعانوا في المنطقة ما بين سوريا والعراق واليمن في حت مربع واحد فقط إن نحن لسه لنهتم بالأشياء الأخرى ولسه بنقول الناس ادونا فلوس عشان رمضان ادونا فلوس عشان الأضاحة أيونا عايز أضاحة بس أنا بعد كده فأنا كل سنة عشان تبقى مرتحين نفسيا اللي أم التاحة دلوقتي بتجمع الزكاة المؤسسات المسيحية بتجمع الزكاة والصدقات المؤسسات التبشرية بتجمع الزكاة والصدقات الكنائس تجمع الزكاة والصدقات طيب إحنا بنعمل إيه بقى أدونا عمل التقديم بتاعكم هم عندهم آليات جعلت المسلمين يكونوا واثقين فيهم ليه لأننا نبدو إيه عندهم مركز أبحاث عندهم مؤسسات رسخة القوية فعلشان كده حتى هم لو لم يكونوا على نفس الدين ونفس الملة ونفس الزكافة ونفس القيم ونفس العقيدة إلا أنهم استطاعوا أنهم يكسبوا ثقة المانحين المسلمين علشان بنوا مسيراتهم المؤسسية بنواها بطريقة محترمة اللي هو نرجع وقت كده اللي هو كيف نبني العمل الإنساني نخلي العمل المؤسسات العمل الإنساني المسلم دي اللي هو التات أسئلة اللي بعثهم الدكتور حسان جينيدي أنا بس احنا بنبدأ اليوم لأول يوم إن شاء الله ونتمنى لكم غدا أن يكون سيامكم مقبول إن شاء الله ونتمنى للسباب اللي هم بيحجوا غدا إن شاء الله على عرفة أن ربنا يتقبل حاجتهم ويرجعوا كما ولدوا من قبل يعني مغفور الظنوب فدي مرحلة جديدة أنا عايز أتكلم فيها عن بعض الأسئلة اللي ممكن تصلني منكم ممكن تبعثوا الأسئلة دي عن طريق الواتس أب عن طريق الفيسبوك عن طريق الزوم يمكن أنا بس ما نشرتش الزوم كتير جدا لأن النت عندنا عند الأخت آية في تركيا كان صعب شوية وفي بعض الناس بيخشوا كده يعملوا الشوشرة فلذلك علشان نستمر عايزين أسئلة عايزين نستمر عايزين تعريفات زي ما أنا عملت التعريفات وأرجع لخص أقولها للناس اللي جمعوا متأخرين اللي هم أركاد الأبداع خمسة الإيمان والمعرفة والمحاولة والخبرة والصبر واللي هو قواعد الحكمة خمسة وعشرين السفر والتعليم والتجربة والتأني والصبر والإيمان والملاحظة والتفكر والتكامل والصحبة والتواضع والتدوين والذكرة الموسوعية الفكرية والاعتراف والاحترام والتقدير والتوريط المعرفي والتخطيط والتعددية الفكرية واستشعار الواقع حسن الاستماع والاستفادة من تقابل الآخرين واستعابل التغيير وفيهم اختلاف الثقافي المجتمعي واستقراء كل واحد من دول محتاج محاضرة الواحدة كل واحد من دول محتاج محاضرة الواحدة وبعدها الأسئلة اللي سألها الدكتور حسن هالبنية العمل الإنساني وبنية الحالية مخلقت لتكون مصدامة وعلقة جوابنا عليها كيف يمكن أن ننفذ استراجات العمل المحلي حقيقة بعيدة عن فلسفات جوابنا عليها كيف نخرج مؤسساتنا المحلية من صورة تقديم الخدمات إلى تقوم بالدور الدور بتاعنا دلوقتي أرجع أرخص مرة أخرى أنه هو مش فقط أكل شرل بناء يملبس أبدا وعي إدراك تعليم بحوث ثقافة فكر فلسفة قيم أخلاق قيادة شباب بناء مستقبل كل هذه الأشياء لابد نشتغل فيها بالإضافة إلى اللي هو الشيء التقليل اللي نتكلم فيه ده ولابد نضغط على كل المؤسسات الكبرى إن المنح اللي هو الاستجابة السريعة تقسم لجزئين 70% منهم تقليدي لو أكل شرب نايم شرب و30% نبني بالمجتمع من أول يوم يحصل فيه صراع مصلح أنا بشكركم جزيلا الشكر وتمنى للصائمين سيام مقبول إن شاء الله وتمنى لمنهم الآن بيقدوا مناسك الحق إن يكونوا من المغفور لذنوبهم إن شاء الله أنا مش هاد أقول المغفور لهم يعني الناس بتكرنا ربية بتمنى أنهم نموت وتمنى غدا إن شاء الله يكون اللي هو كلنا من أعتقاء هذا اليوم إذا صمنا وإحنا خارج عرفات أو للإخوة والأخوات اللي بي بيصوم وبيحقوا ربنا يرجعهم من إيه من الفائزين الإزبورة الجاي حيكون في أسئلة أخرى السؤال الأول اللي جاني من واحد الأستاذ محمد ريان وده من أحد الأعمال الإنسانيين في أفريقيا بيقول إيه ما هو الإعلام الإنساني إنساني دين من واحد التاني جاي من دكتور محمد طنطوي ودرجل من المبدعين في مصر اللي هو بيتحمل مع بيتعامل مع الناس ذوي الاحتياجات الخاصة بيقول فيه من هم أصحاب الحقوق كذلك في بعض الأسئلة الأخرى اللي جات لي نحن 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 نتق بيها يوم إن شاء الله الخميس القادم الأمكان نعيشنا لأننا الأسبوع الجاي برضك عندي سفرية أخرى للبصنة إن شاء الله وتكونوا معنا وغدا إن شاء الله هتكون المحاضرة دي أول محاضرة باللغة الإنجليزية الساعة سبعة أيضا يعني تكون أول ما تخلينا غدا إن شاء الله جزاكم الله خير وأخلف الله عليكم ونراكم في لقات أخرى مع البنة أنا يمكن حطيت اسم أنا علشان يعني بتبقى تبقى العملية شخصية بيني وبينكم ما فيش حواجز مش محاضرات أسأل ونجيب إن شاء الله وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نراكم إن شاء الله الأسبوع القادم ونراكم غدا باللغة الإنجليزية نفس المعاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته